واجه مدبولي بسرعة دراسة الوزرات والجهات المعنية لاستراتيجية تعظيم سياحة الإخوت بحد أقصى نهاية الشهر الجاري للبدء في تنفيذها وخلال اجتماع مجلس الوزراء تم التأكيد عن مصر تتمتع بمناخها الملائم على مدار العام ما يسمح بسياحة الإخوت طوال العام وذلك في إشارة إلى أن قيمة سياحة الإخوت في منطقة البحر المتوسط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنويا كما شهد الاجتماع التأكيد أن سياحة الإخوت تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 وظيفة مباشرة لكل يخت بالإضافة إلى 100 وظيفة غير مباشرة